سوريا يا جماعة ولادة سوريا ولادة 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 بجد وحية ربنا سوريا عملت كمية شغله وكمية ممثلين وطلع منها كمية نجوم انا فخورة جدا 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 بفنانين سوريا مسلسل الخائن مسلسل الخائن انا بسميها الخائن لما حد من اصحابي بيقولي بتعمل ايه بتفرج انا مسلسل خائن مسلسل رائع انا طبعا ما اتكلمتش عن مسلسلات قبل كده الفترة اللي فاتت غير كريستال بس كنت بتفرج على كريستال يوميا واتكلمت عن كريستال من اول حلقة لي ما كنتش من الناس اللي اكتشفت ان مسلسل كريستال حلو بعد مسلا معد اسبوع او 15 يوم لا انا عارفة ان كريستال حلو من اول حلقة من اول ما وقعت فاي عالارض وقابلها محمود نصر وقال لها خد رحكتك وبعدين قابلها بعد كده عند عالية كرم من اول يوم من اول حلقة وانا بتفرج على كريستال نفسه اللي حصلني مع مسلسل الخائن انا بتفرج على الحلقات من الحلقة الاولى وانا مدركة ان هذا المسلسل مسلسل خطير مسلسل مشوق جدا مش هزهق ولا همل منه ممثلين كلهم رائعين ممثلين على اعلى مستوى في التمثيل طبعا الديكورات حلوة الملابس حلوة العناصر كلها المزيكة الديكور الملابس الممثلين كلهم كلهم من ادوار السنوائية الادوار الكبيرة والله حتى الادوار الصغيرة يعني طبعا خالد انا هتكلم عنك لوحدك سامر عماد الزين انا هتكلم عنك في فيديو تاني اصلا مش هتكلم عنك هنا خالص لان انا هنا بتكلم عن مسلسل خائن وانت بالنسبة لي تقييمك او يعني انا هتكلم عنك هتكلم عنك كده لوحدك هتديك حقك لوحدك لان انا بصراحة اللي اقدر اقوله في الفيديو ده على سامر عماد الزين او على خالد ان انت خالد كممثل انا من كتر ما تعلقت بدورك في كريستال انا كنت متضايق ان انت مثلت في الخاين وكنت في الاول مع اول حالة بقول ليه عمل دور يعني هو نجح جمد قوي في كريستال فلما هيشتغل في مسلسل بعد دي مهما تعب ممكن ما يبقاش نفس نجاح دوره بس لأ انت بصراحة اثبتتلي ان انت صح جدا وان انت نقيت صح جدا وان انت عارف انت هتعمل ايه من دورك في الخاين وان انت عارف تتغير من جلدك وفي نفس الوقت ان انت تخلينا ما نكرهش الشخصية لان انت كمان خلي بالك كنت محبوب قوي في مسلسل كريستال ودورك كان الناس متعاطفة معها قوي فلما تيجي تعمل في الخاين دور شر انا كنت خايفة من ذي بس الحمد لله يعني لما وصلت للحلقات اللي هي في الاخر دلوقتي اللي احنا متفرج عليها طبعا مش بحرق حاجة اكيد الحلقات اللي احنا موصلنا لها دلوقتي بيينتلي ان لأ دورك هيتحب مش هيتكره انت طلعت اصلا ضحية مش متهم ضحية الاب والام والحياة والظروف وحاجات كتير جدا جدا عايز ارجع للمسلسل بقى كله يعني وجه عام المسلسل انا انصح للناس اللي عايزة تشوف مسلسل ولسه ما تفرجتش على الخاين مسلسل حلوة قوي تفرجوا عليه الحلقات فيها تشويق مش طبيعي الدراماتورجي اللي كتب الدراما دي خطير لان المسلسل انا مش قادرة بصوا تخيلوا الرجل خان مراده وحصل وفي اول حلقتين تلاتة انت مش طيقه اللي هو قيس اللي هو الممثل السوري العظيم الجميل اللي انا بحبه قوي سوريا يا جماعة ولادة سوريا ولادة 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 بجد وحية ربنا سوريا عملت كمية شغله وكمية ممثلين وطالع منها كمية نجوم انا فخورة جدا 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 بفنانين سوريا بشكل اللي يمكن تتخيلوه قيس عامل دور المفروض ان هو الراجل الخاين اللي هو اول حلقة احنا خلاص بنكرهه وبنقول منه لله هو اللي عمل كده وهو اللي ازاهى وهو وهو بس يا سيدي بعد ده عشر خمستاشر حلقة عشرين تلاتين حلقة انت بتلاقي نفسك بتتعاطف معي بعد فترة الست اللي انت كنت مع اني مفيش لسه حاجة انت مسكتها جامدة الست اللي انت كنت متعاطف اصلا معاها سلافة جميلة سلافة معمار ممثلة رقيقة وخطيرة وشيك اوي 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 تمام انت قد ايه انت كنت قد ايه متعاطف معاها في ربع المسلسل كده بتقول بس برضو ما هي خلته يتهيأ له ان هي عمد كده في ابنها فهو برضو الراجل الجنن فكذا فكذا فبردو بتلاقي نفسك ففكرة المسلسل الحلوة اللي كاتب الدراما يخليك مش عارف تكره حد الاخر ولا تحب حد الاخر يعني انا مفيش حد ديته عزره للاخر وحبته للاخر غير سامر عماد الزين اللي هعمله فيديو الواحد ومخصوص عشان هتكلم عن قد ايه هو الراجل ده مش هقول بقى مستقبله خطير هو في الحاضر دلوقتي ودلوقتي حالا هو نجم كبير وهو يستحق مكانة كبيرة جدا تيا تيا انت خطيرة في الاول انا طبعا اكيد زي اي مشاهد وانا بتفرج كمشاهدة زي اي مشاهد عادي انا ما كنتش منتقبلكي تماما كان عندي مشكلة معاكي والكاستنج رهيب هو جايب البنت شبه قوي الشخصية يعني الشخصية لازم تبقى شكلها كده شهرها الأصفر اللبس اللي هي بتلبسه ووشها مش عارفة ايه الحاجات اللي هي بتعملها شكلها شبه قوي الكاركتر يعني تحس اللي كاتب كانت في دماغه واحدة شبه البنت بالضبط انت ممثلة شطرة حتى في المشاهد اللي هي الخطف والعياط وكده عاملها حلوة حلاوة مش طبعية بجد جميلة 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 كله بقى مرورا بك اعماد الزين انت ايه الرقيه ده ايه الشياكة دي ايه الحلاوة والطعامة والجمال ده ويا نورا انت يعني طبعا كنت متفرج على ستلو تقريبا كاسم ستلو كنت رائعة رائعة بس هنا كمان انا شفت بقى ايه عياطك على بنتك حبك لحافتك المشاكل اللي مرت عليكم وانت كنت زعلانة من جوزك ازاي انت كنت مقهورة منه ومسكة نفسك قدام البيت عشان محدش يحس فنورا فيها طبعا تمثيل اكتر من دورك في المسلسل التاني اعافش اصلا قلت اسمه صح ولا غلط اللي كان فيكم باوند كله ده ماشي حتى الاطفال يا جماعة زين زين ممثل كبير يعني يازن سوريا انا اسفة يازن ممثل كبير ممثل كبير ممثل خطير من اهم الممثلين اللي في المسلسل ده كله يازن اللي هو عمره 14 سنة الطفلة اللي عندها 4 سنين بتمثل يقول لهم ما بدي ما بدي كل ما يدوها اكل عشان تاكل تقول لهم ما بدي ما بدي طبعا البنوتة اللي هي خطيبة سامر عماد الزين امر 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 شبه ما هي عمر اوي شبه ما هي عمر وجميلة جدا جميلة يعني روحها حلوة في الكاميرا جدا الكاميرا بتحب شكلها ورقيقة يعني عندها رقة كده لطيفة جدا المسلسل عجبني اوي من المسلسلات اللي انا استحيلة ما كملهاش لحد اخيرها يعني مستنى جدا لحلقات اللي جاية يعني اتفرجت لحد ده حلقات النهاردة مسلسل رائع انصحكم ان انتو تشوفوه عندي بس تعليق واحد كان عندي من ايام كريستال لان هو اكيد نفس الشركة المنتجة يعني الاعلانات اللي بتحط مقحمة اوي يعني ايام كريستال بالذات كان اكتر كنت كل حلقة اي خارجي الاقي امرتس برا هنا برضو منتوس انا خلاص تعبت يعني كل مش معقوق يعني ممكن تبقى مرة كل ثلاث حلقات لكن في الحلقة الاعلان محطوط في التلفزيون طول اليوم مش عارفها ايه في الاعلانات اللي محطوطة جوه تقل بس يعني نفس اصلا مطلوب ان احنا لازم ننزي مع شركات دعاية عشان خطر تسوقوا لنفسك وتعملوا شغل بس الوقت بتاع الاعلان ينزل بس شوية يعني ميبقاش كل ده في يعني ميبقاش كل حلقة وميبقاش في الحلقة كذا مرة اكيد ايه كمان خطيرة مسلسل خطيرة شكرا لكل صناع مسلسل خائن ندين جميلة وشعرك الاحمر فضيع والبنوت التانية ندين وصاحبة اسيل البنت التانية خطيرة وكل اللي في الربيع دكتور مين تاني الدكتور الطبيب النفسي السكرتيريا بتاع تأصيل انا محبها شفتها شفتها في كذا مسلسل فكملوا على كده انتم شطرين قوي شفتها في القليل